اشتركوا في القناة والتكتم على اسماء المستوردين والتحدي الثاني في مجال السيارات هو بعث مصانع السيارات خاصة وان اللجنة التقنية لم توافق على اي ملف لحد الساعة من اصل 18 ملف خاص بتصنيع السيارات والتحدي الثالث يتمثل في تكفل بازيد من 5000 عامل لمصانع نفخ العجالات الذين يواجهون شبح البطالة بعد غرق المصانع وتسريح العمال ويعتبر اقالة وزير الصناعة فرحات ايتالين اهم تعديل حكومي قام به الرئيس الجمهورية بعدما شهد ملف السيارات جدلا كبيرا وازمة غير مسبوقة يذكر ان محمد باشا متحصل على شهادة الدكتورة في الاقتصاد وخابير في الاستخبارات الاقتصادية والتخطيط كان يشتغل في الوكالة الوطنية للاستثمار والتطوير كما شغل منصب مدير عام المراقبة الاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والاحصائيات بوزارة الصناعة واخر منصب شغله هو امين عام وزارة الصناعة والمناجم في الحكومة السابقة اخي المواطن هل انت متفائل او متشائم من وزير الصناعة الجديد محمد باشا وفي الاخير دمتم في رعاية الله وحفظه سلام